اهلا احبانا مشاهدين في كل مكان بحييكم تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح له كل المجد العالم صحي على مأساة كبيرة وكأنه نحتاج إلى مزيد من المقاسة غير الكورونا والوباء والظروف الاقتصادية والمادية اللي اثرت على الناس من ناحية جسدية من ناحية نفسية وكثير حالات طبعا من ناحية روحية اثرت على الفكر والمشاعر ايضا العالم صحي على اخبار مزعجة جدا انفجار عظيم حدث في ميناء في بيروت طبعا الميناء على البحر الابيض المتوسط وهذا الانفجار يعني كان له صدى صوت فظيع جدا يمكن من الصورة بتبين انه وصل الصوت الى القرى المجاورة والمدن المجاورة يمكن اكتر من مئة كيلو متر تسمع هذا الصوت وكانت منطقة جميلة جدا وبعد تواني كلها صارت فلات على الارض لم يبقى شيء سيارات تتطاير نيران وطبعا عدى السموم اللي في الجو من المواد اللي اتفجرت فيها في هذه المنطقة طبعا قلوبنا مع لبنان الجريح في هذه الايام احنا كخدمة نور لجميع الامم انتوا في محبتنا وفي فكرنا وفي صلواتنا ربي عزي كل الاهالي اللي فقدوا احباء ولسه الاعداد بتتزايد يمكن يصل العدد للمئات والجرحة بالالاف والخسرات المادية حتى يعني يقال انه من التلال القريب على المنطقة من قوة صوت هذا الانفجار كل الزجاج في الضيع والقرى المحيطة كلها اتكسرت وطبعا اثرت على كتير من الناس اللي سقطوا اللي تجرحوا بسبب الزجاج المتكسر في كل مكان والسيارات ففي كان ضمار من كل من كل نحية احنا منصلي من اجل لبنان في هذه الظروف وكأنه محتاجين مزيد من الظروف الصعبة ولسيما في هذه الايام بمر في ظروف صعبة جدا مش بس مرض الكورونا لكن الظروف الاقتصادية الاقتصاد صعب جدا جدا وهذا الميناء يعني بغطي مصاريف من الاستراد والتصدير لمعظم لبنان فمش عارف كيف الايام الجاي او كيف الوضع رح يكون حتما منصلي من اجل القيادات انه ربنا يعطيهم حكمة والقيادات الدينية ان يقود الشعب فعلا في فرصة طمأنينة وسلام وهدوء وراحة والرب يسوع قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثاقلي الأحمال وانا اريحكم وهذا الانفجار تعرف ما بميز بين اي انسان سواء غني او فقير سواء قسيس او كاهن او شيخ او كده قتلى من كل الطوايف من كل الملل من كل الاديان ما ميزتش يعني وصل الموت الى الجميع لكن عاوز اقول انه في رجاء وهذا الرجاء احنا منصلي انه معرفة المسيح ومجد المسيح ولسيما في هذه الايام الصعبة في لبنان انه الله فعلا يختبره الراحة والسلام والهدوء والمحبة وحضور الله يغمر البلد انتوا عارفين لبنان مسكور جدا في الكتاب المقدس وله اهمية كتابية كبيرة لكن صلواتنا معكو ومحبتنا معكو